أشار أيضا الرئيس النهاردة لأنه المرأة كانت محركة وصانعة الأحداث خلال عشر سنوات ماضية اسمع كلمة الرئيس ونرجع نكمل الكلام بقول الفقرة اللي فاتت ديت وبقول إن المرأة كانت هي سبب كبير وسبب أصيل لحالة النجاح اللي احنا بنعيشها أنا ما كنتش مبالغ وعايز أفكركم في الأحداث اللي تمت خلال على الأقل العشر سنين اللي فاتوا وقدي المرأة كانت مسؤولة ومش بس كده وكانت محركة محركة وصانعة للأحداث ولما جئنا حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي احنا قلنا محتاجين دعم المرأة المصرية وبدعمها مررنا نجاح أو مررنا ظروف خسية جدا جدا مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومسندتها وأنا لما أقولي الكلام دوت بسجله لكم وبسجله هنا للتاريخ إن لو لا هذا الدعم يعني طبعا محدش فهمني غلط يعني الراجل موجود وبيقوم بدور وكل حاجة ما أنا راجل برضو يعني لكن لكن صحيح يعني لكن لكن المرأة هي يعني افتكروا 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 كل ابن بإنصاف والدته بتعمل ايه؟ يعني يفتكر يفتكر كل ابن أمه عملت ايه؟ بإنصاف أنا بقول ما بقول شي من حياز بمنتهى الإنصاف عمله كتير أوي يعني